ترجمة نانسي قنقر وفي المقابل فإن الكثير مننا يحبون تقديم العون لكن كثرة ضغوط الحياة ومتطلباتها قد تحول دون ذلك ولأن رسالة الإعلام الصادق تهدف من بين ما تهدف إليه إلى ربط فئات المجتمع بمختلف طبقاته وتصنيط الضوء على مشكلات وقضايا ومتابعتها قررنا فتح ملفات لأناس بحاجة لحفنة صغيرة من المساعدة سعينا للوصول إلى جهات وأفراد يحملون في دواخلهم بذور الخير والتعاطف مع الآخرين داقت عليهم الأرض بما رحبت داقت عليهم المنزل وممرات الصفوف وساحات المدارس داقت عليهم الشوارع والأسواق حتى الأزقة ومحلات الملابس ورغم اتساع الدنيا عليهم داقت فضاق العمل وضاق التنقل وضاق صعود السلالم وفي النهاية يقولون عنهم إنهم من ذوي الإعاقة فأين الإعاقة هنا بهم؟ أم بهذه المعوقات التي أطفت إهانة لأحاسيسهم تلامس؟ موسيقى أنا هودا محموز صلاحة بالحج عمري 40 سنة درست لحتيت السابع عندي خوات ثلاث إحنا ثلاث بنات وأخ واحد وحيدنا وعندي الوالد والوالدي متوفيين وعايش لحالي موسيقى كنت حابة أتعلم وأدرس بس ما كنت عارفة يعني إنه أدرس من هو الأولاد والبنات يعني كنت يلحوني يتمسخروا علي فصورت تكره المدرسة صورت أتمنى أن يصح الصبح الأيام متفجرة عكد ما تعبت من الناس واللحقية لأن الناس علي وتمألس وتخوتوا فما كنتش أحب أطلع ولا أجي موسيقى 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 أنا اسمي ناصر لحام عبد الله من سوريا وصاب معنا عباس مع أخواتي أخواتي يعني كل واحد راح بطيره وناس في تركيا وناس في السعودية وجيتانا لهون على الأردن أول ما بلشت جيت على السرك أساسي أشتغل بالسرك وشغلني بالسرك بس أشتغل يعني فترة معاينة وهيك أشتغل مهرج الأطفال المسابقات ومساهم كنت مرة طالع أنا على الحسين جهة النادي تبعي واحد بنادي علي فبقول لي يا أختي يا أختي بقول له نعم بقول لي معلش أحكي معك بقول له تصدر هو اسمه ناصر خواجه مدرب هناك في النادي أدريته بقول لي بتقدر تيجي تلعبي قد يش عمرك كان عمري من سحمد 29 30 هيك بقول لي طي مش مشكلة عن عمرك بتقدر تيجي تشاركي تلعبي وتسافي هو بسجعني بكلمتين ما كنت أطلع ولا أجي قعدت شهرين تدربت ودوني على اتحادي عشان فيه سفر على تونس من 2007 فلقيت حياة غريبة حلوة إن هالمعاقين بلعبوا بيجوا وضحكوا بس لقيت حالي أنا أحسن لسا سفروني على تونس اللي هي جبتة البرونزية تعرفت على واحد وجيت عن مكسيم ستة عارفين تعرفت على الجماعة هذول ستة روح وأجي ومدير المول صاري خنيني أبيع صاري مسان أبيع بوالين ست أساعد هذا أساعدهم بالألهاب قالوا قعد جهي العمل ما تدبر حالك ويك جابوا لي فرشة جابوا لي بطانية حرام وصرت أنام بالآخر شي أصرت أنام هون وهون يعني بليت بليت كتير ما يعني ما لي منامه ولا إذا بتي أرجع أطلالي برا ما بارت بحده إذا بتي أمشي بالشارع ما بارت بحده خالص صرت أسأل أهلي أو صحبات إيش بتكمي من العابة فتعلمت إنه في شغل تجارة وشغل إنه تبيع وتشتري وإيش رخيص وتبعيه هنا فصار يوصوني صرت أشتري لقيت إشي إنه يصرف عليه فلما لقيت شغلة العابة تجارة وروحي وجيبي صرت أشتري صرت أروح على العابة أسافر وأجيب أبضع وأبيه من واحد لواحد لما دلون هاد بده أبضاعة في محل هاده بده أحرمات صرت أروح وأاجي بعدها صرت عندي إصابة الدسك تلك الركبة صار تجاه من الحمل وطلع ونزل كتير كتير كنت أتعب يعني كنت في رمضان في فطور كانوا نائب عامل فطور عنا فشبت واحدة أجد بتلحق فيه بتقول لي ياختي ياختي بتاع نعم بتقول لي لو أجارك واحد قصيرة تتجوز تترضي ما كنتش يعني مسجعة ومغطنعة مش عشان نقصير عشان يعني مسؤولية وإشي هيك فبتقول لي كويس بس أنت شوفيه ترفضيش هلأ بس تشوفيه بعدين يحكي لي بالدكية قصر إيه يا ناصر قال بله شكلك حلو بس الدغنة تبعك حلو لا تحرك تخليها قلت له طيب ليش أنا حضة قال لا هيك أحلالك بس المهم حددها وسويها والله المهم صر قال قال طيب عرفتها قلت له فيها أخزام عندي وهيك رفقاتي قال طيب وينهم شوفتهم حياتهم حلوة مبسوطين يعني حتى بحسهم عايشين أحسن من الأطوال سعتها اقتنعت في الجيزة نفسي أشتغل شغلة محترمة نفسي أصير عندي مثلا بيت محترم نفسي يعني هايشي مثلا عندي أي شغل أي شيء كله بس محترم لناصر وهدى قصة حب قد تتكلل بالفشل فكان لقصتهما تحديا كبيرا بأن نتمم ما بدأوا به قررنا أن نجمع بينهما على الخير والمحبة ضمن برنامجنا رؤيا الأمل كنا نعلم أن تحقيق حياة طلق بظروفهم الصحية يحتاج لبذل جهد وتحدي كبير بأننا نستطيع توفير الحياة الكريمة التي يستحقانها فبدأنا بوضع الأولويات بأعلى المستويات وبدأنا مباشر الاتصال مع الكثير من الجهات والمؤسسات والأشخاص وإجراء بعض الاجتماعات وبعد مرور ما يقارب الشهر أبدت جهة ما اهتمامها بوضع ناصر وهدى راغبة في إتمام فرحهما وتمويل كل ما يلزم لهذا الأمر باستثناء الفندق استعداد هذه الجهة اختصر علينا الوقت الكثير وبما أننا نريد أن نسعد هدى وناصر أردنا أن يتم زواجهما في أحد الفنادق المشهورة فكان فندق الريال من أوائل الفنادق التي قمنا بزيارتها موسيقى 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 والذي حدد لاحقا بتاريخ 18-10-2016 موقف الرية للإنساني أسعدنا جدا فاتصلنا بالجهة الداعمة للحلقة لإبلاغهم بمواعد الفرح لكي نباشر معا العمل لكنهم فاجأونا بالانسحاب انغلاق الباب أمامنا والوعد الذي قطعنا لناصر وهدى زاد من إصرارنا بالاستمرار وقررنا تحدي كل هذه العقبات والبدء من جديد رغم أنه لم يتبقى إلا وقت قصير بعد جهود عديدة للتواصل مع دعيمين جدد اتصل بنا أحد الأردنيين المقيمين في الخارج رفض ذكر اسمه مقدما لنا ما يلزمهما من قيمة إيجار للبيت لمدة 6 شهور وما يلزم من فرش للبيت مباشرة طلبنا من هدى البحث عن منزل للإيجار حتى يقيم به بعد الزواج وفي نفس الوقت كنا نبحث عن دعيمين أخر لاستكمال احتياجات الفرح وبعد بحث دام لعدة أيام اتصل معنا لكل من مفروشات شهوان وشركة ميشيل دحدا استعدادا لتقديم ما ينقصهما من تجهيزات للبيت كما أدى شريكنا الدائم مراد راغم استعداده لتوفير ما يحتاجاني من ملابس من المتعارف عليه أن يقدم العريس شبكة ذهب للعروس ولأننا أردنا أن تكون فرحة هدى غير منقوصة تواصلنا مع كرم مسيح للمجوهرات لعرض الموضوع عليهم وإمكانية توفير شبكة العروس ومباشرة تمت الموافقة شكرا أول شي على حضوركم وبشكركم أنكم طرحتوا علي هذه الفكرة على مجموعة مجوهرات المسيح وشركاتنا إحنا جزء أصيل من تفكيرنا أنك تعطي للمجتمع اللي أنت بتشطل فيه اللي أنت أصلاً كوانت شغلك وثروتك وإسمك وسمعتك منه حابب أن ينقو إشي شغل ما شغلنا شغل مصنعنا اللي هي بأيدي أردنية مش إشي مستورد علشان يشعروا أنه أبناء بلدهم هم من اللي صغوها واللي لبسها هو نفسه بنت البلد وابن البلد قدم الهيئة والشبكة مش هي بس الدهب قلوب الناس المجتمع تحققها ده هي اللي من الدهب وهي الآمن اتصلت بي هدى وأبلغتني أنها وجدت منزلاً في منطقة النصر فتوجهنا لزيارته وأثناء زيارتنا تفاجأنا بوجود بقالة مهجورة ملتصقة في البيت كانت لصاحب البيت نفسه فخطرت في بالنا فوراً أن نعيد إحياءها لتكون مصدر رزق لهما وعرضنا على صاحب البيت الفكرة فنالت إعجابه وأبدى موافقته تواصلنا مع السفوي الشريك الرئيسي لبرنامجنا لبحث الإمكانية لتجهيز البقالة وإعادة إحيائها وتأمين البضاعة اللازمة لها وأوضحنا لهم أن الوقت ضيق الدكتور ليث أبو هلان أعطى موافقة مباشرة دون أي تردد وبدأ العمل فوراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الابتسامة الجميلة عنوان الفرح ناصر كان يعاني من مشاكل في أسنانه فتواصلنا مع الدكتور أحمد عضايلة لمساعدة ناصر بكل ما يلزمه هلأ بالنسبة لحالة ناصر بعد ما شخصناها على الكرسي وبعد ما تفرجنا رسولة الأشعة طبعاً إحنا في الحالة اللي بتكون فيها فقدان للأسنان كاملة الخيارات بتكون متعددة هلأ إما بنلجأ للإستعاضة الثابتة أو للإستعاضة المتحركة طبعاً بالنسبة لحالة ناصر بسبب فقدان الأسنان لفترة طويلة لأنه فقد الأسنان لفترة طويلة صار فيه تآكل في العظم فسماكات العظم خفت فلجأنا للإستعاضة المتحركة إنه بنعمله هلأ ناخد له قياسات ونعمله طقم متحرك طبعاً ثباته بيكون عالي في الفم وإحنا كإعدادات العضائلة بنحب إنه يعني نقدم هذا الـ 38 ملان والتقم المتحرك لناصر كهدية يعني زفافه وإن شاء الله الله يتممينهم بخير إن شاء الله ويعني أمورهم إن شاء الله بتكون يعني ممتازة احنا شركة بريستيج ونهبنانر بعد ما طرحت علينا الفكرة الرائعة والحلوة هاي فإحنا حبينا إنه نقدم كل إشي نقدر نعمله للعرسان منساندة مع الأصدقاء والأصحاب اللي بيشتغلوا معنا السبلاير اللي معنا كلياتهم وفكرة كتير رائعة ومنشجع يعني أي ويدنك ننر برضو إذا فيه إشي هيك بالأردن لازم نساعد هيك ناس وناس محتاجة يعني السيد جمال نصر الله صاحب محلات رداء الأحلام وافق على تفصيل بدلة لهدى كهدية زفاف والسيد خليل وهاب صاحب منزلتي للألبسة أيضا قدم بدلة العرس لناصر كان لابد من البحث عن أحد الصالونات لتجهيز العرسان ليلة زفافهما حتى وصلنا إلى صالون جولفان لصاحبته السيدة لما عبد الهادي التي رحبت بالفكرة لكل العروسين ثلاثة أيام لليلة العرس البيت أصبح جاهزا والبقالة جاهزة للعمل والكل مستعد لهذه الليلة لكننا ما زلنا نشعر بالقلق لكن من فتح ألف باب بعد أن تغلقت الأبواب كفيل بأن يتمم هذا الفرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عيدي غفيني 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة